اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ولجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا يا من الغم والغلاء يا منزل البركات يا منزل البركات اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأضلق لشبابنا أبواب الهوى والشغوات وضب أبصارهم عن الخبائث والمحرمات ازايكم يا غالين عاملين ايه يا ربكم بخير النهاردة جايلكو فيديو جديد إن شاء الله كده يا ربي نول إعجابكم يلا حبيبي ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل هو ده اللي بيرفع الفيديو وفعله الجرز على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد النهاردة فيديو كده بسيط وحبيت أعمل معاكم بس كده شوية الحبشتة كانت اللي أنا هعملهم كده في يومي النهاردة أرجو أن أنتو تشوفوا كده الفيديو للآخر يا فوفة طبعا عاديم يستنين ايه عنوان الفيديو اللي انت كدبه ده والله يا جماعة حصل والله يا جماعة حصل يعني أنا أحكي لكم وأحكي لكم كل حال بصوا هو في الأول في الآخر الحمد للعلى كل حال وربنا يهدي الناس ربنا يهدي الكبير والصغير والسن المحير ربنا يهدي الناس كلها والله عارفين أنا بقيت أشوف أي حاجة دلوقتي أكبر دماغي وأقول أهم حاجة عندي إن أنا حتى لو معايا شوية كده صغيرين يعني رغم إن إحنا عشر تلاف بس أنتو مش الناس كلها مش معايا يعني عشر تلاف كل اللي بيبقى معايا منهم هم ألف بس هم ألف بس طبعا نمزع لني مش هقول لكم لأ أنا بسمع منكم كتير تقول لي وفاق كويش زي ما أنت بقى بتقول المهم إن انت حالك مش واقف على القناة بس يا جماعة أنا عايزة أقول لك على حاجة طالما بتعملي شغل بتبقي عايزة تاخدي منه حتى لو أنا حياتي مش واقف على القناة الحمد لله بس لما بتعملي شغل بتبقي آآ آآ عايزة تاخدي المقابل منه أنا هنا كنت بعمل الفطار معاكم هتكلم معاكم شوية وهقول لكم عنوان الفيديو في إيه وإيه اللي حصل معايا آآ بس قلت عمل كده الفطار معاكم كده على السريع وتشوف إيه اللي ورانا والنهاردة الناس اللي بتسأل على كوكة صورتها لكو أول ما طلعت من الحضانة وكانت بتوريكوا بقى كانت بتمتحن النهاردة درجاتها مش قدي كده يا جامعة بنتي فشلت جايب اللي تمانية من عشرة مش عارفة كام فالمهم بقى إيه قلت عمل كده الفطار معاكم واشوف بقية الحاجة اللي ورايا إيه وازبط الدنيا معاكم فيديو بسيط وإن شاء الله يكون خفيف كده على قلوبكم مواردتش إن أنا طول أكتر من كده لإني بأمان يا جامعة ما كانش عندي شغل جامد بتعب جدا وكمان أنا لسه قيمة من دور كده معرفش حكت حالة النفسية فيها إيه فمش عايزة أضخط على نفس جامد عشان متعبش يعني عيالي عايزيني هو كفاية الكومنتات الغريبة اللي بتجينا نبتدي بقى كده نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ويلا يا فوف فقول لنا عنوان الفيديو وانت بقيت تعملي يا بيت عنوين فيك زي غيرك لأ والله أنا قلتلكو يا جامعة في ناس كتير منكم نصحيتني وقالتلي وفاية عملي عنوان تشد حتى لو فيها ايه قلتلكو أنا مش ههزأ نفسي مش ههزأ نفسي لو في حاجة بس أنا حلفت مئة مرة قدامكم وانتو تشهدوا على كده لو جاي لي عنوان لو جاي لي قصدي إيميلات من اللي بتكتب لي ديت كلام سلب يعني والكلام ده قلتلكو والله دي اللي عمل قاو عليها عنوان ده يبقى حصلت بجد لكن حاجة ما حصلتش او مثلا أنا اخترحها لا أملش في كده كنت عالية القناة من زمين انا بقى لي اربع سنين معيكم طبعا القناة دي مش بقى لها اربع سنين ولا حاجة يعني انا قصد ان انا كنت معيكم من قناة عدت القناة الاولانية يعني المهم هنا خلصت الفطار وبعد كده شربت القهوة بتاعتي وكوكا جات قعدت تجريلها كده في الصلاة شوية قلتلك لها مش عارفة صورك فرحانة قوي بالبتاع اللي الميس حتى قولها ده عملت وقللي قلتلها رغم ان الدرجاتك مش قد كده فكانت بيتوريني بقى متحنة اتخدت ايه وكده وغيرتلها وعملت لها سندودش كده جبنا ببيض وقعدتها كده تفتر وقلت بقى قوم اشوف اللي ورايا هنا بصوا هي مفرتكة الكراسة بتاعتها يعني خليها الجلدة في ناحية والكراسة في ناحية بقولها يا ماما حافظة على حاكتك شوية هنا كنت بلعب لها الدب دوب بتاعها ده بتبوسوا بصوا الجلدة في ناحية نظامها نظام زياد وصغير يعني زاد ابني وصغير كل كندة عملها زي لكن هنا كانت تحافظ على حاجتها جدا جدا ما تلاقوش المنظر ده بقولها يا بنتي انت بهدلة حاجتك خالص يعني ماما شطفتها كده وغيرتلها وقعدتها بقى قدام الشاشة بتاعتها كده تفرج على القناة اللي بتحبها وقلتها خش بقى أثناء بقى الموعين أنا هرغي معيكم ده يا فوفة كتبة العنوان ده هقول لكم في فيديو أنهي فيديو يا جماعة آه الفيديو اللي قلتلك يا جماعة أنا خلاص أنا تعبت من موضوع المشاهدات وهكلمكم على شوية حاجات اتكلمت معيكم قلتلكوا بصوا أنا يعني أسر الكلام قلتلكوا في الفيديو أنا هشوف نفسي بعد الفيديو ده أنا مش هنزل تاني فيديوهات أنا مظلومة اليوتيوب ما بيعاليش غير الفضايح اليوتيوب ما بيعاليش غير الكوارس أديكم شايفين الأهالي اللي عملا تفضح في بعض اليوتيوب بيسلط عليهم الدوق قوي هو ده اللي بيجيب له ايه مشاهدات أحسن يعني آه اللي بيعملوا عنوان فيك اللي مش عارفة ايه فقولتلكوا خلاص أنا حاسة أن أنا آه طول ما طلع بيت محترمة وملتزمة كده أنا مش نفع في اليوتيوب ده فمن هنا الفيديو ده لقيتلكوا واحدة أنا صدمتي فيها أنا الستة دي بقى على فترة بتكتبلي زي ستات كبار كتير ليوم كل احترام وليوم كل التقدير عندي آه في مرة قالتلي أنا يعتبر أد والدتك ويمكن أكبر وعرفت كل اللي عندي على قناتك وأنا بحبك وأنا 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 خلاص أنا عرفت الكومينتي بتاحها ما بردش عليها غير بكل احترام بقول لها يا ستتك كل يا ستت كل ده ياتلي يا جماعة زي والدتي زي ما بتقول للمامتك طوормقة بتقول لك أنا كبيرة زي مامتك فأنا باحترم الكبير والصغر عن متن والله في الاول في الاخر بيحترم بيحترم نفسه فاتفة جئت من الفيديو ده قالت لي كل الفيديو تتكلمي على المشاهدات كل فيديو تقولي هسيبي القناة يا ست انقلعي انقلعي ومع الف سلام مش عاش شفه الشيكتين ايه رأيكم انا انتوا عارفة فكرة بصوا في كومنتات قلبي بيجبني كده ان انا ثبتها وخليكم ان انتوا تشوفها وتردوا لكن دي روح تحذرها على طول عارفة انا غمضت عناي كده وروح تنفتحها ايه ده ايه ده عيب طبعا يعني انا اللي زيك ارد عليها اقول له ايه عيب على سنك يا مام عيب ياما على سنك عيب لما يعني عيلة قد عيالك كده زي ما انتوا قلت يعني الله اعلم ده صح ولا غلط وانا بقالي فترة بارد عليك بكل احترام حبيبتي يا ست الكل منوروني مش عارفي اه رحت شايلها رحت حذرتها ايه طبعا بتقولين ايه اللي انا عرفت ان ايه مش مصرية وانا كنت بالفكرة اصلا من الكومنتات بتاعتها اللي يا مصرية انقل علي يا اختي انقل علي اختي مين بقى انت بيتقول لي الدمة يعني انقل علي انقل علي يكشت تدخلع انتي من بعضك ويبص بقى بيقول لك ايه كبير يحترم الصغير عشان الصغير يحترم انقل علي تقلعيني ليه من بعضي ليه يكشت تنقلع انتي والله العزين يعني معقول انت باتكلم يا ايالك كده آآ معقول باستهزائك كده يعني بيتجالك الجرأة ازاي تخشل صاحبة كونه كده فوسة الناس انقلعي مش عاديين نتشوفه الشكتين انت كل مرة تتكلم ايه ده ايه الحاجة يعني ايه الناس الحقيرة دي ايه الناس الحقيرة دي عارف ان انت لو مش من سنهم زي ما بتقول انا هتكلم كلام بس ايه الناس ملا هتزمد والله يا جماعة انا اتصدمت فيها احنا عايشين حياتنا تحسوا ان احنا عاديين بنتصدم في اللي حوالينا واللي معينا واللي ده واللي ده انا ناس كتير ناس كتير من سني وناس كتير برضو كبيرة في السن انا انا حطتلكوا على المنتدى من كم يوم وشكرتوكوا جدا على كلامكم حلو تحفزتوني خلتوني ديتوني الدافع ان انا قدر ان انا كمل اكمل يوصيبها على الله والله محتوى كويس بالنسبة لقناتك مصيرها هتتشاف الناس على قد كده زقهت من الحوارات والناس زقهت من المشاكل انت بتطلع يا فاتده حكينا طلع بسطتك فلما لاقي واحدة تقولي كده دي اخت تقلعيني من بعض ليه انقلعي انقلعي يا ربي انشاء الله انت تتقلعي من بعضك وانت بتكتب الكومنت كده للناس تدايقهم يعني تشاكف مع ميعك معلش يا جماعة سبوني ما بخنوقة معلش تشاكف مع ميعك مع موعة مع موعة توجعك كده زي ما بقولك فطبعا موريتكم بنت الجوزي قعد يضحك وراح قيل لي ايه وبتقول ستة كبيرة دي ستة مهزقة قلت له اتفضل يعني ايه بتكرشني من قناتي انقلعي لا مش انقلع انا عادة على قلبك وقلب اللي زيك وقلب اللي مش طيقني زيك فبلاش تخشوا للناس انا بحبك وانا روحي فيك وانت زي بنتي وانا بلاش الاشعار دي بترجعوا في لحظة تخضروا الناس اللي بتعمل كده عشان الغدر ده بيتيب اول اللي قدامك والله العظيم يعني خدتها بيزار وقلت يلا انا مصدومة في كتير هاجع على المعرفوز ديت قال انقلع انقلع انا بس انا بحاول اجمعها فليه ليه يا حبيبتي ليه تعملي كده ليه دايق اللي قدامك ليه اللي تخلي لو ده بيكون حاسب والله ونعمل واكل فيك بقى ازا كنت كبيرة ازا ما بتقولي ولا صغيرة لو اعلم بيكي ولا انت راجر وعمل نفسك ست يا ود يا بت ولا انت مين اصل فربنا يشفيكو يا رب انتو يا جماعة عجبكو يعني انا بكلمكم كده اثناء الروتين انا كده غسلت الموعين وكده بخسل حكت الصلطة هعمل كده من جهده خفيف كده معيكم يعني مش هنكلم على الفترة اللي عادت الفترة اللي عادت فيه بلاي ومشاكل كتير في اليوتيوب وعائلات بتطلع تردح لبعض وكل واحد يفتحها لايف للتاني وايه رأيكم الامبارح برضو على الحوارات اللي عملة تحسن والفضيع اخوات بيهزقوا في بعض وخوات بيجيبوا سرية الام وبيصبوا بعض ويعملوا هو ده المحتوات اللي انت عايزينها يعني انا احترمت الناس اللي بتقولي ايه وفاق طب حاولي تغيري كده كتابوا لكم انت تنبارح صوري مثلا كندا وهي جامل حضانة انزلي صوري في السوق رغم ان مش متاح عندي حاجات انا ما بقيتش عرف اصور في السوق لاني بلاقي يا جماعة يعني الرجال اللي في السوق اتلموا ويفضلوا لأ تعالي ولا مش هو انا مليش في الجو ده يعني انا صورت مرتين في السوق او طلت مرتين انا فتكر من ساعة ما دخلت اليوتيوب ده على قناتي الاولانية وبقولي نفسي ايه حرمت حرمت بقيت اتجيب الحاجة خلاص اوريها لكم ايه في فيديو هنا بحب ان انا احترم نفسي انا في السوق شوشرة وقرف وتلاقي ده بينادي وتعالي صوري هنا وتعالي هنا يا مده وانا بحبش الضجة دية وانتو عارفين بحبش الزهقت يعني حسيت نفسي لأ مش هو ده مش مش شكلك يا وفاق الكلام ده لأ استهدي بالله بتحرج يعني انا بحس ان انا بتحرج ما عنديش جراء اول كده بتحس الناس كلها خلاص هي متسلطة عليكي بقى دوقت سلط عليكي والسوق كله وقيف يتفرج بتعمل ايه بتسوي ايه فبطلت مش انه هو عيب انا مش بعمل حاجة عيب بس برضو انا بتحرج بس فعلى طول اقول لكم شجعوا المحتوى المحترم خلي اليوتيوب الناس المصرية اللي بتظهر زينا تظهر بصورة كويسة لا عمركم شفتوا عندي رغم اني مفيش عيلة مفيش مشاكل مفيش عيلة فيها الحلو والوحش عمري ما عملت عنوان وطلقتي اتكلمت على اي حاجة عمري ما عليت كنوتي على اي حاجة عندنا على حساب اي حد عندنا حوالي الكلام ده فيا رب تحسوا باللي زينا اللي هم تعبانين فعلا وبيعملوا محتوى وبيتعبوا فيه وفي نفس الوقت عايشين معاكم بصراحة بوضوح وعلى طبعتهم بس وانت تنقلع تتشاكف مع ميعي كالك اتبتلي كده معتقدش يا جماعني هي زي ما بتقول لها كده ستة كبيرة انا الستات الكبيرة معايا محترمين جدا 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 وانتو بتشوفون بيكتبولي وانا ماما سامية انا ماما فاطمة انا بحبك انت زي لا 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 محترمين والله الناس دي محترمة فيه ناس بتعمل اميلات فيك وتقول لك ايه انا قدي والدتك لا انا مش ما ممكن يكون احتمال راجل اصلا يعني فربنا يشفيك ويهديك ربنا يشفيك ويهديك يا رب بصي اطلع لكو بالليل في الظلم خدكو تخيليني وشعري ما نحكش وعملالك ضب كده لقدام وببرقلك وبقولك انا اتكلميني كده انا ازاك تتخيليني تخيليني يا اكتش بصوا بقى احنا يعتبر داخلين كده احنا بخلاص بنعد يوم خمستاشر ولا اربعتاشر في الشهر بنقول لنفسنا احنا كده ايه بنصفصف الحاجات اللي عندنا في المطبخ فانا قلت عندك ايه بيتفوفة في الفريز دار ومش عايزة توقفي ماليش مزاجة اقف في المطبخ شفتوا جماعة عادت اقولكو بحب المطبخ اتنظرت اتنظرتي يا نظري انا اتنظرتي يا نظري حطش اللايك حط اللايك يا البغتك داخلين في ديال خمان وشر فقلت يا بيتفوفة طلعي كده بطاطس ما كانش عندي بطاطس والله بعدت جبت بطاطس ايه يا جماعة بناسبة السوق اصور لكم في السوق ايه صوركم الحزن ولا القهر ولا الغلب ولا الهم المغلي ولا كده انتوا فاهمين كل النادب اللي انا قلت ده اصور ايه البطاطس بخمسة وعشرين جنيه والطماطم بي كان بتلاتين جنيه النهارده وقسم بالله كيلو الطماطم اللي جايلي ده بتلاتين جنيه وبطاطس بخمسة وعشرين جنيه اروح اصور ايه السوق يفتح النفس مايفتحش النفس السوق يزد النفس اصلا احنا بنجيب حاجتنا دلوقتي بالكيلو اتنين كيلو اللي الواحدة من انا كانت تروح تجيب الطماطم خمسة كيلو طماطم عشرة كيلو بطاطس وانتوا بتشوفوا معايا الكلام ده اختوكو بقيت تجيب اتنين كيلو بطاطس كيلو طماطم على امل امكان الحاجة تهدى مفيش انا مش شايفة مفيش امل ولا في عمر ولا في اي حاجة احنا بنحاول نكنع نفسنا ان الحياة حلوة وماما حلوة والدنيا حلوة وانت عاملة النهارده وشكرا لله استعييكم ما نجدكمش في حاجة وحشة وكفية نطب الحد كده فوفة عشان الناس ما تنزهقش مني فسوق ايه سوق ايه وصدت نفس ايه احنا يعني بنحاول ندي احقق لنفسنا ان الدنيا حلوة رغم ان الدنيا مش حلوة من نسباننا يعني الدنيا مش حلوة انا بقى عندي فوبيت ان انا قاعدة بفكر اما احنا كده محتسين في الظروف ومش عارف ايه مش بطيكي وتكفى صلبية ولا احنا كده كده عايشين في كده مش بخترع لكم قاعدة بص كده واقول يا رب اما اللي عالدي هتعمل ايه ابص العيالي واقول يا رب بستورة على العيال دي اطلعي عينهم على اللي جاي ده احنا بنتكلم كده اللي عندها حاجة وثلاثين سنة مننا واللي عندها اربعين واللي عندها خمسين وبنندب من ظروف الحياة فما بالكو عيالكم اللي طلعين قدامكم دول فكل تفكيري كله رايح لعيالي انا عارفة ان فينو طبعين كتير بيقدروا كلامي وعارفين انا الحمد لله بتكلم كلامه وقعي ومكنع لكن عارفة ان مش بكنع ناس تانية هي عايزة قنوات للفضاح تتفرج عليها وبس فاحنا بقى عندنا فوبيا يا جماعة الناس اللي زي انا الناس اللي زي انا بيفكروا عيالنا دول هنعمل معهم ايه بنحاول بنحاول نقول لهم الدنيا حلوة ليهم المهم زي ما انتم شفتوا كده انا انا بحبكو جدا يا جماعة والله العظيم بحبكو جدا من قلب الناس اللي بتحبيني غير الناس اللي بتخش تقلي ادبها وانقلع وتخلعي اللي يتخلع بقها او ضبها من بقها دي لو كانت ست يعني بحبكو جدا ويا ربي كده تشيروا القنوات القناة بتاعتي قصدي والناس كده تشوف المحتوى بتاعي ونشجع الناس اللي زي يعني مش اكتر ممي بقى قلت اعمل النهاردة بطاطس كده وكفتة ومع الف السلام واستنظروا فيديو جديد